بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي التلاميذ السلام وعليكم ورحمة الله وبركاته محبا بكم في هذا الفيديو هذا الذي نحاول إن شاء الله ندير فيه الجزء الأخير من صحيح الامتحان المحلي دورة النار 2018 في الفيديوهات السابقة رح نعملنا الجزء الأول ثم الجزء الثاني إن شاء الله في هذا الفيديو هذا ندير معكم الجزء الأخير والذي فيه درس ديال الزوائر المحيطية والمركزية ثم درس المثلتات المتشابهة إذن تتمرين ديالنا على الشكل التالي على ثلاثة ديال النقاط A و B و C و D أربع نقاط من الدائرة C مركزها O ثم من بعد أعطوني هنا بحيث A C أحد أقطار يعني أن A C هو قطر الدائرة C ثم أعطوني هنا أش المسقط العمودي للنقطة A إذن كما كنت لاحظوا هنا أش هو المسقط العمودي ديال النقطة A هنا المساقين B D والزاوية A B D الزاوية A B D كما كنت لاحظوا الرأس ديالها هو B وهذه النقطة B تنتمي للدائرة C إذن كما كنت نعرفوها هي زاوية محيطية لأن ما هي الزاوية المحيطية هي التي رأسها ينتمي إلى الدائرة السؤال الأول هنا يقول لنا احسب A O D ثم A C D A O D هذه الزاوية A O D الرأس ديالها هو O O هو مركز دائرة C إذن فهي زاوية مركزية وتحصل القوس A D الزاوية A O D زاوية مركزية تحصل القوس A D هذه الزاوية مرتبطة بالزاوية المحيطية التي تتطلية التي هي الزاوية A B D لماذا مرتبطة بها؟ لأنهما يحصران نفس القوس A D إذن الزاوية A O D تساوي ضعف الزاوية A B D إذن هنا إذا أعطوكم المحيطية وتطلبوه منكم المركزية التي تحصل لنفس القوس التي تحصلها هذه الزاوية المحيطية هذه المركزية هي الضعف يعني إثنان فيه وإذا أعطوكم المركزية وتطلبوه منكم المحيطية المحيطية هي نسخة المركزية إذا ما نكتب هنا لدينا الزاوية AOD زاوية مركزية مرتبطة بالزاوية المحيطية ABD إذا الزاوية AOD تساوي 2ABD واضح ونقوم بتطبيق عددي 2 في 37 نطبق الحال هي 74 درجة إذا نكتب هذا إذا هذا الشيء الذي نكتب لدينا الزاوية AOD مركزية مرتبطة بالزاوية المحيطية ABD وتحصران نفس القوس RD إذا الزاوية AOD تساوي 2 الزاوية ABD ثم من بعد عندي تطبيق عددي الزاوية AOD تساوي 2 أعطوني ABD تساوي 37 إذا 2 في 37 تساوي 74 إذا هذا هو السؤال لنا كيف نحسب الزاوية AOD ثم من بعد نحسب الزاوية ACD إذا هنا كيف نحسب الزاوية ACD عندها الزاوية ACD هي زاوية محيطية رأسها ينتمي للدائرة C إذا فهي زاوية محيطية تحصر القوس AD إذا ما نستعمل هنا نستعمل الخاصية ذي الزاوية محيطية تحصران نفس القوس أشتركت في الخاصية زاوية محيطية تحصران نفس القوس هما زاويتان متقيستان إذن عندي ماذا؟ الزاوية ACD والزاوية ABD هما زاويتان محيطيتان تحصران نفس القوس AD إذن فهما زاويتان متقيستان بالتالي الزاوية ACD تساوي أيضا 7.30 درجة لأنه عندي هنا الزاوية ABD تساوي 7.30 درجة إذن نكتب هذا الشيء إذن هذا الشيء لا نكتب لأنه نحسب الزاوية ACD لدينا الزاويتان ACD و ABD محيطيتان تحصران نفس القوس AD إذن فهما زاويتان متقيستان يعني أن الزاوية ACD تساوي الزاوية ABD من طبيعة الحركة المغنالي أنهما زاويتان تحصران نفس القوس بالتالي ندير لنا التطبيق العددي الزاوية ACD تساوي ABD و ABD رأيطيها لي في المعطيات هي 7.30 درجة وهكذا نجاوبها للسؤال لنا بكل بساطة ثم من بعد نمر السؤال رقم 2 أشنو قال لي هنا بين أن الزاوية ADC تساوي 90 درجة ADC يعني نحاول نبين أن هذه المثلات قائم الزاوية في السنة الثانية عملت المثلات القائم الزاوية والدائرة قدرت واحد الخاصية اللي هي كل المثلات محاط بدائرة قطرها أحد أضلاء هذا المثلات فهو مثلات قائم الزاوية شوفوا معي هذا المثلات هذا اللي هو ADC هو مثلات محاط بدائرة قطرها هو AC وأصم طبيعة الحال هو دلع من أضلاء المثلات ADC بالتالي فهو مثلات قائم الزاوية في النقطة D مثلا إذا أخذت واحد النقطة هنا M هذا المثلات هذا اللي هو AMC رغض يكون مثلات قائم الزاوية في النقطة M علاش لأنه محاط بدائرة قطرها أحد أضلاء هذا المثلات اللي هو المثلات AMC إذا هذا الشيء اللي سنفعله هنا لدينا المثلات ADC هو مثلات محاط بدائرة قطرها أصيب ولدينا AC هو ضلاء من أضلاء المثلات ADC بالتالي المثلات ADC قائم الزاوية في النقطة D يعني أن هذه الزاوية ADC تساوي 90 درجة إذا نجهي لهذا نكتب إذا كما قلنا لكي نبينه بأن الزاوية ADC تساوي 90 درجة يكفي نكتب هذه المعطية لدينا المثلات ADC محاط بدائرة قطرها أحد أضلاء هذا المثلات وهو منطبط الحال دلع AC هو القطر ديال الدائرة وهو دلع من أضلاء المثلات ADC إذا في المثلات ADC سيكون قائم الزاوية في النقطة الثالثة عندي النقطة الأولى هي A ثم النقطة الثانية هي AC إذا هذه النقطتين يحددان القطر اللي هو AC إذا النقطة الثالثة هي النقطة التي تنتمي للدائرة اللي هي النقطة D إذا هي المثلات ADC قائم الزاوية في النقطة D إذا هذه الزاوية هذه اللي هي ADC ستكون تساوي 90 درجة إذا هذا هو السؤال لنا من بعدها نقل لنا بين أن المثلاتين المثلاتين A H B و A D C هما متلتان متشابهة إذا كنتم هنا متلتان متشابهة يكفي أن نذكر جزء الزاوية من هذه المثلات هذة اللي هو A H B كي يساويوا جزء الزاوية من المثلات الآخر اللي هو A D C شوفوا معايا عندي هنا المثلات A H B وهو متلت قائم الزاوية في النقطة H إذا هذه الزاوية A H B تساوي تساوي 90 درجة ثم في السؤال السابق بينا بأن A D C تساوي 90 درجة إذن الزاوية A H B تساوي ماذا تساوي الزاوية A D C وكلاهما يساوي 90 درجة من بعد سنقلب على الزاويتين اللي هم أيضا متساويين إذن كنت لاحظوا أو في السؤال السابق عندي بأن الزاوية A B D رهي الزاوية A B H وكتساوي 37 ثم الزاوية A C D رح سبناها تساوي أيضا 37 لأنهما زاويتان محيطيتان تحصر النفس القوز إذن هذه الزاوية B رح تساوي الزاوية C إذن 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 ما ندرنا الحالة الأولى للتشابق فإن المثلتان A B H و A D C هما متلتان متشابهة إذن إذن هذا ما نكثر إذن كما قلنا بأن المثلتان A H B A D C متشابهة يكفي أن تقرأ الزاوية من المثلت هذا A B H يساوي الزاوية من المثلت A C D إذن ما الذي لديه هنا لدينا الزاوية A D C تساوي الزاوية A H B لماذا؟ لأن نمجح بهم يساوي 90 درجة في الأول سنبين أنها تساوي 90 درجة في السؤال الثاني وبنسبة له هنا سأعطاني A المثلت A H B قائم الزاوية في النقطة A H لأن A H هو مسقط العمود لA B D ثم من بعد عندي الزاوية A C D هذه الزاوية هذه هي زاوية محيطية وحسبنا السؤال السابق القناة تساوي 37 و30 تساوي الزاوية A B D وهذه الزاوية هذه أيضا نعطيها في الموطيات تساوي 37 و30 لماذا؟ لأن هم زاوية محيطية تحصل زاوية A B D هي زاوية A B H واضح؟ إذن هذه الزاوية A B H ستساوي زاوية A C D وبجوز بهم ستساوي 37 درجة إذن حسب الحالة الأولى لالتشابه فإن المثلتين A H B و A D C هما متلتين متشابعا مزيلا؟ إذن إذن هل عندي فهذا السؤال هذا من بعد ما أقل يستنتج أن المسافة A C في A H تساوي المسافة A D في A B إذن 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 لنجاوب على هذا السؤال هذا ستعمل الوحد الخاصية اللي هي الخاصية الأولى في درس إذا كان مثلتين متشابهان فإن أطوال أضلاء المتناظرة متناسبة نعود إذا تكون مثلتين متشابهان فإن أطوال أضلاء المتناظرة متناسبة وهنا نعود طريقة اللي هي بسيطة نستعلم بهذه الجولة هذا في هذه الخانة الثلاثة أو في العمود هذا سنقوم لأحرف المتلاث A H B عندي A وعندي H وعندي B مزيلا ثم في العمود هذا سنقوم أحرف المتلاث A D C لكن قبل أن نقوم الأحرف سنرى هنا سنستعلم بهذه السؤال هذا سنرى الزاوية المتقيسة هنا يعني الزاوية D تساوي الزاوية H يعني A D C تساوي A H B يعني D مع H إذن تحت H سنقوم D لأن A D C تساوي 90 و A H B تساوي 90 أيضا ثم هنا C الزاوية المتقيسة معها هي B إذن تحت B سنقوم سنقوم C بقرية الحرف الأخير اللي هو A مزيان من بعد لاحظوا معايا كما قلنا إذا كان مثلتان متشابهان فإن أطوال أضلاء المتناظرة متناسبة يعني المسافة A H على المسافة A D إذن نكتب المسافة A H على المسافة A D تساوي المسافة A B على المسافة A C ثم ما شبقالية المسافة ها بقالية المسافة A B هذه المسافة A H B على المسافة D مسافة D من بعد هنا باش نجاوبه على السؤال لنا ونرجع هنا ونشوف ما هو أعطاني A C إذن A C يعني محتاج هذه النسبة ثم أعطاني هنا A H A H هنا إذن ناخد فقط هذه النسبة مع هذه إذا ناخد 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 فقط A H على على D تساوي A B على A C أعطاني ونضرب هنا جداء الواسطين يساوي جداء الطرفين يعني ما هو نضرب هنا A H في A C أو لا A C في A H A C في A H تساوي A D في A B إذن نضرب هذه ثم هذه يعني جداء الواسطين يساوي جداء الطرفين إذن هذا هو المطلوب عندي كما قطل استنتج أو استنتجنا بأن A C في A H A C في A H هيا A C في A H تساوي A D في A B لكن قبل ما نكتب هذا النسب المتساوية سننضرب واحد الحاجة لدينا مثلتان A H B و A D C مثلتان متشابهان إذن أطوال أضلاء المتناظرة متناسبة يعني أن A H على A D تساوي A B على A C تساوي A B على A C و باش نعرف أطوال أضلاء المتناظرة متناسبة كنساعد كما قلت لكم بهذا الجول هذا كنناخده هنا الأحرف دي المثلات الأول ثم هنا باش نحط الأحرف دي المثلات الثاني كنشوف الزواية المتقيسة انطلاقا من السؤال دي المثلات المتشابهان وكل زاوية كنحطها تحت الزاوية الأخرى ثم كننقل هنا A H على A D تساوي ماذا تساوي A B على A C تساوي A B على D C كنرجع للسؤال كنشوف نساب أو المسافة اللي هي بغينا بحال أنها بغيت A C إذا نشوف هنا في كائنا A C كائنا في هذه النسبة هذي إذن بغيت هذه النسبة هذه ثم من بعد لازم بغيت هنا A H A H في كائنا في هذه النسبة هذه إذن بغيت فقط هذه النسبة مع هذه نكتب هم من بعد هذن 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 يساوي جضاء الطرفين وهكذا نجاوب على السؤال بكل بساطة إذا وصلنا إلى النهاية التمرين دي لنا كنت من ناجي هذا الفيديو هذا لا تنساو تشتركوا بالقناة وتشتركوا الفيديو من أصدقائكم ولا لديكم أي تساؤلات وضعوا في التعليقات وبالتوفيق إن شاء الله مع صحيح امتحان آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته